السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الدبلومات الفنية دبلوم الصنايع يا مستر لو سمحت احنا بعد الصنايع يا طرى بعد الدبلوم نخش كليات ومعاهد ايه بالزبط ويا طرى بعد المدارس التكنولوجية ايه هي الكليات او المعاهد اللي احنا ممكن نخشها في الفيديو ده شباب ان شاء الله نكلمكم على الكليات والمعاهد بالدرجات المتاحة لدبلوم الصنايع وطبعا ده على حسب تنسيق العام الماضي عشان سيادتك برضو تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي ان شاء الله ربنا وفقك يا رب وكل واحد ينول اللي يتمناه طبعا يا شباب مبدئيا بالنسبة لحضرتك الصنايع طبعا سيادتك تقدر تخش كلية الهندسة بعد ما تعمل المعادلة وتنجح في المعادلة يعني سيادتك خلص دبلوم صنايع تقدر ان شاء الله تخش المعادلة كن مجموعك ما قلش عن السبعين في المية تقدر تعمل معادلة وان شاء الله ربنا وفقك وتنجح في المعادلة وتخش كلية الهندسة طيب تعالنا نبص على الكليات الاخرى والمعاهد الاخرى الجميلة اللي تقدر تخشها من دبلوم الصنايع او لو سيادتك معاك دبلوم برضو المدارس التكنولوجية بص يا سيدي اول حاجة عندك كلية الاثار طبعا ديها شباب بتقبل من تخصص ترميم اثار ترميم دقيق ترميم معماري وعلى حسب السنة اللي فاتت اثار القاهرة كانت وغدا تامانين في المية واثار الفيوم كانت وغدا من حوالي سبعة وسبعين في المية تمام كده يا شباب ممكن يحصل في بعض التغيرات بس ما اعتقدش تبقى كبيرة نيجي بعد كده كلية التربية بتاخد من جميع التخصصات من الصنايع عندك تربية حلوان كانت وغدا تسنة اللي فاتت سبعة وتسعين في المية عندك بعد كده كلية اقتصاد منزلي بتاخد من قسم الملابس الجاهزة قسم نسيج جلود وبدائلها طبعا تلات اقسام دول يقدروا يخشوا كلية اقتصاد منزلي واحنا عندنا تلات كليات من كليات الاقتصاد المنزلي حلوان والمنوفية والعريش وكان الرنج بتاعهم حوالي اتنين وتسعين في المية نجي بعد كده كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بتاخد من جميع التخصصات عندنا اربع كليات حلوان السويس باني سويف سوهاج طبعا حلوان كانت اعلاهم خلت من اربعة وتسعين وخمسة وتمانين من مية في المية واقل كلية بالنسبة للتنسيق كانت سوهاج كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج كانت واغدة تنين وتسعين وتنين واربعين من مية في المية عندك بعد كده كلية تعليم تبادلي لها طبعا كلية السياحة نظام التعليم التبادلي بتاخد من جميع التخصصات عندنا يا شباب اتنين حلوان والاسكندرية كانت لنجوهم اتنين وتسعين في المية نجيب بعد كده يا شباب للمجمعات التكنولوجية المتكملة الاميرية الفيوم السلام وطبعا يا شباب دي بتاخد من تخصصات ميكانيكا وكهربا تمام كده مدة الدراسة سنتين زئت سنتين يعني ايه يعني اول سنتين لو اكتفيت بيهم بتحصل على شهادة تكنولوجي متخصص خدت سنتين كمان بتحصل على البكالوريوس ده بالنسبة للمجمعات التكنولوجية المتكملة وتنصيق المجمع التكنولوجي بالسلام خدت تنين وتسعين وخمسة وتمانين من مية في المية نجيب بعد كده يا شباب لحاجة مهمة جدا 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 المعهد الفني الصحي والمعهد ده بياخد من قسم كهربا وتقدر تخش طبعا في المعهد شعبة الاجهزة الطبية عندنا حوالي سبع معاهد يعني كانوا بيقبالوا طبعا من مجموع كبير علىهم في التنسيق طنطا معهد فني صحي طنطا وده كان خد السنة اللي فاتت 98 و14 من مية في المية وطبعا عندنا بعد كده المنصورة الاسكندرية بنها جنوب الوادي الزأزيق وأقلهم في التنسيق معهد فن صحيح مبابة كانوا ياخد 96 و57 من مية في المية نجيب بعد كده يا شباب للمعهد الفنية الصناعية نبتأخذ من جميع التخصصات عندك بعد كده تقدر تخش المعهد الفنية بتاعت الرأي والصرف والمساحة عندك ثلاثة في المطرية وأسيوت وإنة بيتأخذ من تخصص معماري وزخروفي فقط المعهد الفنية الصناعية أو معهد الفنية بتاعت الرأي والصرف والمساحة تقدر سيادتك بعديهم برضو تخش كلية الهندسة تمام كده يا شباب طبعا عشان الناس برضو اللي عايزة تعرف التنسيق من كام المطرية معهد مساحة المطرية خد 82 و14 من مية في المية أسيوت 78 في المية إنا 75 و57 من مية في المية يعني مجموحهم يا شباب كويس نسبيا نجب على كده لمعهد صناعية برضو يا شباب الرنج بتاعها من 81 و85 من مية في المية معك لحد 72 و92 من مية في المية علىهم الصحافة وأقل حاجة فيهم بالنسبة للتنسيق بقر العبد شمال سينة ده اللي خد 72 و92 من مية في المية تمام يا شباب قلي بالك أن المعاهد الفنية الصناعية بتقبل من جميع التخصصات ولكن المعاهد الفنية بتاعت الرأي والصرف والمساحة طبعا دي بتاخد من تخصص معماري وزخروفي فقط طيب جميل ايه تاني يا مستر نقدر نخشه من دبلوم الصناعية عندك مركز التكنولوجيا المتميز وكان واخد السنة اللي فاتت 90% 90 و57 من مية في المية بياخد من تخصص ميكانيكا وكهربا وجلود وبدائلها عندك بعد كده المعهد الفني للصناعات المتطورة أول مدينة السلام كان واخد من 90% عندك المعهد الفني للسكة الحديد ده بياخد بنين فقط يا شباب ميكانيكا وكهربا 92% نيجي بعد كده يا شباب لحاجة مهمة جدا 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 ايه يا مستر الكليات التكنولوجية الكليات التكنولوجية دي يا شباب كليات مهمة جدا 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 لحبيبنا طلاب وطالبات الدبلوم الصناعي تمام كده عندك حاول 12 كلية عليهم في التنسيق كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة جمعت القاهرة الجديدة وكهربا من 90 و57 من مية في المية واقلهم في التنسيق الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيود وكانت وقدة 80 و 42 من مية في المية تمام كده طبعا الكليات دي برضو سنتين زائد سنتين أول سنتين بتخلصهم بمعاجد دبلوم مهني كملت كمان سنتين بتاخد باكاليريوس مهني نيجي بعد كده يا شباب لحاجة مهمة جدا المعاهد العالية الهندسية الخاصة للناس اللي فاتتها كلية الهندسة وعايزة طبعا تخش حاجة هندسية طبعا المعاهد دي معاهد عالية هندسية خاصة معتمدة بتظهر لحضرتك في التنسيق عددهم 1 و 40 معهد أعلاهم في التنسيق بتاع طنطة التنسيق برضو بتاعهم عالية شباب معهد عالية هندسة خاصة في طنطة كان واخد 98 و 28 من مية في المية وأقلهم في التنسيق معهد المنصورة 94 و 85 من مية في المية نيجي بعد كده يا شباب لمعاهد عالية خاصة شعبة نظم المعلومات الإدارية وشعبة إدارة الأعمال والمعاهد دي يا شباب معاك بقى لحد 60 في المية عندك معهد فن ترميم أثار باللقصر 87 في المية عندك معهد بصريات بالسيدة زينب 91 و 42 من مية في المية عندك معهد مواد البناء بحلوان المعهد دا يا شباب خد 80 و 42 من مية في المية عندك معهد منشآت بحرية برسعيد 87 و 17 من مية في المية وبعد كده عندك الجامعة العمالية معك لحوالي 65 في المية ده على حسب الحد الأدنى بتاع السنة اللي فاتت طبعا الجامعة العمالية فيها كتير من التخصصات عندك علاقات صناعية تكنولوجيا عمالية شعبة الفندقة تمام كده والجامعة العمالية شعبة فندقة مدينة نصر كانت وغيرا 83 في المية والجامعة العمالية علاقات صناعية أسوان 65 في المية ده الرنج بتاعها يا شباب عشان سيادتك تبقى عارف من 83 في المية ل 65 في المية تمام كده دي الحاجات اللي سيادتك تقدر تخشها لو انت دبلوم صناعي طبعا يا شباب أمها كلية الهندسة دي بتخشها بمعادلة عندك بعد كده كلية التكنولوجية بس بتبقى مصروفاتها عالية شوية عندك بعد كده يا شباب المعاهد الهندسية لو انت حابب مجال الهندسة وعندك بقى طبعا كلية التربية وعندك حيات كتير جدا عندك المعاهد الفنية الصناعية أو المعاهد الفنية بتاعت الرئي والمساحة تقدر ان شاء الله تتفوق وتخش برضو منهم كلية الهندسة عندك خيارات كتيرة ربنا وفقكو يا شباب عجبك الفيديو مننساش اللايك والشير حابب نتكلم فيه موضوع يخص بقى حبيبنا طلاب الصناع سواء كليات أو معاهد تفضل اكتب لنا في التعليق ربنا وفقكو يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنى مننساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرات شاهد في القناة شرفني بالاشتراك كان معكم استر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته